كما جدد رئيس السيسي التأكيد على أن القضية الفلسطينية لازالت أولوية لدى مصر والعرب وتظل مكونا رئيسيا للعمل المشترك ودع رئيس السيسي إلى الاندماج بين شعوب المنطقة وطي صفحة الألام من أجل الأجيال القادمة الفلسطينية والإسرائيلية على حد سوا أقول للشعب الفلسطيني في كافة بقاع الأرض نعم لقد طالت معاناتكم وتأخرت حقوقكم وزادت أزمات المنطقة إلا أن قضيتكم لا زالت أولوية لدى مصر والعرب وتظل مكونا رئيسيا لعملنا المشترك وجزءا لا يتجزأ في وجدان الشخصية العربية ولن يتحقق طموحكم المشروع في إقامة دولتكم بعاصمتها القدس الشرقية فإننا نظل داعمين لسمودكم بالقدس وبجميع أركان فلسطين كما أتوجه لإسرائيل حكومة وشعبا وأقول لقد حنى الوقت لتكريث ثقافة السلام والتعايش بل والاندماج بين شعوب المنطقة وإنه لهذا الغرض فقد مددنا أيدينا بالمبادرة العربية للسلام التي تضمن تعقيق ذلك وفقا للسياق عادل وشامل فدعونا ندعوها معا موضع التنفيذ ونطوي صفحة الألم من أجل الأجيال القادمة الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء